بعد تقديم رئيس الحكومي المكلف سعد الحريري التشكيلي حكومية لرئيس الجمهوري العماد ميشيل عون سلم الأخير الرئيس المكلف طرح حكومي متكامل بيتضمن توزيع للحقايب على أساس مبادئ واضحة بحسب بيان رئاسة الجمهورية إيجابية اللي عبر عننا الحريري بعد اللقاء ما بتعكس واقع التشكيل وخصوص السجلات والصراعات السياسية الموجودة من تغريدة رئيس الحزب تقدم الاشتراكي وليد جملات يلي قال فيها أنه الدخان الأبيض ما رح يصدر قريبا للصراع المفتوح بين الرئاسة الثانية والرئاسة الأولى لخلاف تيار المستقبل مع التيار الوطني الحر مصادر مواكبة لعملية التشكيل قالت لتلفزيون نشرة أنه رئيس الجمهورية طرح إعطاء حقيبة الصحة أو التربية للحزب تقدم الاشتراكي بينما الحريري مصر على أنه تكون حقيبة السياحة أو حقيبة الخارجية من نصيب الاشتراكي وبالنسبة للمقاعد المسيحية في الخلاف بعده بين الطرفين بوقت الحريري قدم أسماء مثل أمل حداد عن الحزب السوري الأومي الاجتماعي وإسمين بمثل حزب الطاشناك وتيار المرضى وطرح الحريري اسم العميد الأولى الهبر لحقيبة الداخلية وهيضا الطرح نرفض تماما من قبل رئيس الجمهورية وبرز كمان اسم لينا الطحيني يلي نرفض من عون بحجة أنه الإسم عليه قضية بالتفتيش المركزي وبحسب المصدر فالحريري ترك لرئيس الجمهورية إسمين هنا جان سالوم لحقيبة العدل وفادي داود لحقيبة الدفاع وهيدا الشيء ما قبل فيه رئيس الجمهورية يلي بيسعى ليشارك بتسمية كل الوزراء ومن النقاط العالقة بعدها هي تمسك الحريري بحكومة من 18 وزير بوقت رئيس الجمهورية بفضل الحكومة العشرينية المصدر أشار إلى أن الخوف اليوم هو من الفوضى نتيجة التوتر الاجتماعي والفقر والأمر بيحتم التنازل من الكل لملاقات الدعم الدولي وبوقت الكل ناطر أي حل على الصعيد الحكومي عم بيستعد الحراك المدني لأوسع تحرك شعبي مع زيارة الرئيس الفرنسي إمانيال ماكرون للبنان المصدر المتابع أكد أنه ماكرون ما رح يحمل معهدية للبنانيين بوقت في كلام عم يسمع بالأوساط الخارجية عن إمكانية فرض وصاية دولية على لبنان تحت الفصل السابع من مساء الأمم المتحدة يلي بنص على اتخاذ إجراءات قصرية تتراوح بين العقوبات الاقتصادية واللجوء للقوة هيدا طبعا بحال بقي الوضع على ما هو عليه منعا لتدهور الوضع وتأثيره على المحيط وإذا ما كان الكلام جدي أو بعضه بإطار الترهيب فالأكيد أن الأزمة الحكومية مستمرة لنهاية السنة بانتظار موقف الرئيس الفرنسي يلي بعضه عن بيطالب بضرورة إجراء الإصلاحات وتعويم المبادرة الفرنسية بينما التجازب السياسي بعده على حاله وعم يشتد بوقت المواطن على الآن بين مرحلة الكباش السياسي وسيف رفع الدعم المنتظر